اه يا ليلة وصلت على نبي اه يا ليلة وصلت على نبي اذكر الله وانت ماشي السلام عليكم الأخوايات أهلا وسهلا ومرحبا المتتبعي قناة شيبودزين بهاني نتمنى تكونوا بألف خير إن شاء الله اليوم نحضر معكم أسهل وأرخص نوع من أنواع الصابلي عندي هنا نصف كيلو ديال زبدانة دائما كنأخذ هذه كنقسم على جوج باش كندير بها جوج خلطات كنحطهم في الثلاجة عندي ربع ربع كيلو عفوا زبدة تبريق عندي جوج بيضات كأس وربع زيت نباتية جوج كؤوس ديال السكر سنيدة تكون رقيقة عندي هنا تقريبا 1-4-5 مهلق ديالجوز اللي هيند اللي كنحمروه وكنطحنوه عندي القليل من الملح وعندي نسماء ديالناطا كتعطي مضاق رائع في الصابلي عندي الدقيق كيبقى دائما حسب الخليط وحسب حجم البيض كنأخذ الزبدة كنقطعوها وعفوا في الثلاجة حكوها باش كنجيكم سهلة في الخدمة او لا كنجبدوها لقبل نضيف لها جوج كؤوس ديال السكر سنيدة تلقيقة ونخدمه مزيان تتعود شكل كريمة من بعد نضيف لها كأس وربع زيت نباتية اللي بغا يضيف تلجوج كؤوس بإمكانه نضيف كذلك لها جوج بيضات ونضيف القليل من الملح نخدم الخالطة مزيان وعاد من بعد نضيف بقليل مكوين ديال الكوك اللي قديكم حمروه وطحنوه مزيان كيعطي لون وكيعطي مضاق رائع اللي بغا يعودوه بحليب بودرة المعروف يعني كتحمروه كيعطي كذلك واحد نسمة جميلة للصابلي ديالنا كنخدموه مزيان كيف ما غتشوفوا اللون غادي تغير وغادي ينضيف القليل من نكهة الناطا اللي كتعطي مضاق وكذلك واحد نسمة جميلة اللي بغا يعودها بسكر الفاني تهوه كيعطي نسمة وكيعطي واحد القرمشة انا تقريبا غتوضعوه من ناطا حتى المعلقة كبيرة او لا جوج صغر انا حيث يدي ملوء بالخاليط انا كنوضع غريب القليل منها اه صافي كنخلطو الخاليط مزيان كنبدو نضيفوه في الضقيق حتى تجمعني العزين تكون متماسكة ما تكون قاسحة ما تكون قطل الصق قاسحة تاني بزاف لا غيجي كمش مزيان غتجي كتقطع ولا كانت خفيفة حتى في الهزة غتجي كم صيبة ما كنعملوش الخمارة نهائيا بالنسبة الناطارة بامكانكم تخلطو باجوش خلطات يعني تحضرو باجوش خلطات ديال الصابلي هاد الصابلي كيكون رخيص وكذلك حتى المكونات دياله رخيصة يعني الزابولاج عندك رأكيد ستبقي تواصلي معها حسب الاشكال اللي كيبغي فيه وكذلك على حسب المونسيمات ان شاء الله من بعد غنحضر معكم اشكال عديدة من الصابلي هذا مشروع الاي وحدة قلسة في الدار علاش لا تعور راسها هكا كان نخدموه حتى نجمعوه بدون ذلك نحن نخدموه الخلطة وهي باقى سائلة مميلات جمعت مع الدقيق سفي ما كان دولكوش ما كان وصلوش كان قطعوه نديرو بلاستيكات مثلا انا حيث محتاج لهذا ضروري غادي نعملوها هكا وغا نعملو في المجمد واحد الساعة تقريبا ونخرجو نخدموه نشكلوه اما النصف الثاني غا نعملوه في الثلاجة التحت على ما حضرت هذا وكملته عاد نبدأ في النصف الثاني الى كان شي مناسبة هكا وكان عندكم دي كوموند حاولو الصابلي غاو غيها كتخلقوه في الخلطات وتبضعوه في الثلاجة غي في الاسفر كي تسربيوه هنا عندي شوكولة من الاحسن هو الصابلي صراحة رخيص ولكن كان عملنا هاد القطع دي الماكا وكتعطي مغداق جميل مع الشوكولة ونضعوه في البامغين ونضعوه في البلاستيكات لكي يضعوني اشكال تزيين هذا الصابلي من الاحسن العجينة كما تخرجوا لتأخذوا القطعه ستبقى لكم برده ونضعوه منها اشكال او اشكال كثيرة في القطاعات او في البلاستيك تزيين الشوكولة او اشكال كثيرة سنحضر معكم بعض الاشكال فقط على حسب يعني الطلبات اللي عندي بعض الاشكال بسيطة وسهلة واحتفتاما ما كتكونش غالية كنتلقوا بالخلطة بالكورة بالكورة هكا وكنقطعوه لحسب القطاعات اللي بغى اي واحد دائما احترام رأي الزابون انا كنقول لكم هاد الشيه لاش باش كل واحدة بغى تبدأ مشروع تحاول تبقى دائما يعني في تواصل مع الزابون لا في المضاق ولا في التزيين ولا كدالك حتى في المكونات يعني المكونات اللي كي بغى مثلا النكهات ما يكونوش نهائيا يعني بغى سامبل عادي بدون منكهات عفوا او منسمات اغان قاو نطلقوه هكا واحنا كنقطعو الشكل بشكل كنديرو الدقيق ما بين الورق الورق من الاحسن نورقوه هكا بين ورق الزبدة او بابي كويسون باش وتقلبوه كيكون دقيق ضغيية كتزليكم من كيكون دقيق كتعملو وعدا كتقلبو غرى ضغيية كتزليكم هدى العجين وكتتماسك مع الدلاجة كتكون متماسكة كيف ما كتشوفوه كتزب سهولة وكتكون رقيقة ولو هو صعب لرخيص الصراحة كنفضل انه يكون رقيق اه لو عملنا قطع غلاد غيجي واحد كمية غي قليلة اما لو عملناها رقيق والداخر غيخرج كمية كثيرة وغيجي كذلك حتى في المنظر كيجي جميل وكيجي مقرمش لكن غليت ما كتكون مقرمش بزاف كيف ما كتشوفوه كل شكل كنعمل من له واحد الكمية باش كيجي واحد بلاطلوها كم تسول لاي طلب كيجي مقرمش بزاف اشكال سهلة وبسيطة اه اللي احتارم هد المكونات صراحة غدي صدق ليها تصاب لي من مئة في المئة ما غير قاش فيها خسارة كين هد الشكل اللي كانعملو في هد الفتحة هكا يعني كنديرو مضوب الهكاك ما كان ديش نهائي يحده مستودة كجي وحدة فوق وحدة تشوفوا معي في النهاية حتى بالتزيين كذلك يعني أشكال عديدة كيبقى دائما دائما عندكم دي شانتيو هكا في المجميد على حسب لجهة عندكم شي طلب الإنسان تكيشوف بعيني هذا الطلب بعض الأخوات بغو هاد النوع من السابلي سولوني لش محطتهش في القناة وهاد شي لش حطيتو لانا شافوه عيام ليد حضرتو لبعض الأخوات كتعملوا هاد اللي كيكون مخطط وكتمروه يعني كتحاولوا تشوفوا لما كانش باي الخطوط كتعاودو تقدو وتدو الخطوط وكتقطع بأي قطعة أنا قطعت هذا بشكل دي لعندي قطعة دي اللوز اللي عندكم سامبل هكا قطعوا بها كتقطعوه مائل شوية كتجي مائل الخطوط مائلة كيف ما كتشوفوا سهلة غي هزوها بشوية حيث أصلا تخلي هكا القطعة تعمل اللي كتخلوه في الحلوة تهزوها غي بشوية لتدارة معادي تقطع ليكم سافي كنقو هكذا كنكملو هاد الشكل يعني كل شكل طالبين من النغل قليل فقط هادي الحلوة نشاعات الفورن تسخن وكنخليوها من الأحسن واحد المودة ستشمع غندخلها الوقت اللي غدهب ليا من الأسفال غنعاود نحبط لتعتقد واحد اللون ذهبي كيف ما كتشوفوا أشكال بحالة وقفات شمعات يعني مغد دي فورماش مغد تغيرش من في الشكل نهائيا تكون النار ما مجهداش هاد الشوكولة اللي عملتوا في هذك البلاستيكات كيف ما كتشوفوا كما كتتخرجوهم حاولوا تبدو بالشكل اللي انتم ما بديتو بيا خاتتخرجوه من التلاجة وورجعو الشي لاخر التلاجة بعد ما طابت الحلوة انا جمعت هنا كيف ما كتشوفوا بقات حواغة الحجم ديالها ما تغيرتش نهائيا وانا كنحمر الصابلي الصراحة شوية ما كنخليش بيض واحتى اللون ديال الجوز اللي هيند اللي حمر سكيعطيه لون رائع كيف ما كتشوفوا هادو رجوش قطعات وكيبان رقيق بزاف يعني اكيد غتتابعوا الفيديو الى الاخير باش تشوفوا واحد الخلطة اللي كنلصق بيها بنجوش طبقات وكذلك تزين كيجي محمر ومقرمش ان شاء الله تجربوه ولي عندو شي ملاحظات يخليه ليه في التعليق هادو رجوش طبقات ومحمرين من الاسفل ومن الاعلى كذلك بتشوفوا معيات الشكل ديال القطراش الشكل ديال المخطين در عملت منو دائري والاوفال هاد الشكل ما حضرتوش معاكم ولكن ارا عملتو من بعد منو العجن اللي كانت بقليه في بلاجة كتعملوها كفبواط وشي بقليكم مقرمش النهار كتديرو فيه العجن والطياب والنهار كتديرو فيه التزين خاص بالتزين هادو خلطة ديال ملغة الحشبية هادو المربع اللي عملتو عندي هنا يا نصف علبة ديال اللي في خويكم فيه مع مالقة كبيرة ديال الكوز ومالقة كبيرة كدير نباج وعملت معهم كوكو كونكاسي نباجرون فوق النار يسخنوا شوية هنا عندي كاس الا ربع ديال العسل اللي يسخنتو مزيان وغنضيف لي عشرة القطع تقريبا ديال الشوكولة من بين عشرة حتى ثلاثمانية القطع وغنعمل معاه معلقة كبيرة ديال اللي غليكوز هادو خلطة رائع اللي بغا تكون فونسي شوية ناصحة غيعمل معها واحد جوج او بلات القطع ديال الشوكولة اسود هادو الخلطة هي اللي غلصق بها السابلي كيعطي ماداك رائع ان شاء الله جربوها غزعو معتمد عددكم هادو عندي كدالك بعد القلاسها جميع واغ عندي ديال الفروبواز عندي ديال سيطحون كناخدوها هاكا قطعة كنعملو فيها هاديك الخلطة كتبقا غاديو كتجمد وكنوضعو الشوكولة هاكا البيض ومنبعد غا تشوفو معايا الملء ديالو بهذاك الحشو كيجي رائع وراقي كدالك رغم انه بسيط ورخيص غنعمل القليل من الحشو اللي بغا ينقسم من كوكو كون كاسم يعملش بزاف يعني ملغي القليل انا كنكتر منه صراحة كيجي رائع اما هو اما بعض القطع ديال اللوز والقرقاء على حسب دائما طالب بالزابون هادو قطعات كنلسقهم هادو الخلطة وكنعمل كذلك القليل باش كنلسق حتى الشوكولة كيف ما كتشوفو كيجي شكل زوين سوف نمشيو الاشكال كثيرة وستشوفو معايا تزيين ديالها طريقة سهلة ومشروع صراحة من الدار ومع ولداتك وفي دارك وكتدير مشروع اللي كتدخلي منه وكتفيد منه كذلك الاخرين هذا هو اسهل وارخص صابلي يعني ارخص من النورة ما كنخدمش نهائيا ليك يكون فقط بمواد بسيطة ما كتكونش تلمضاق ولا الشكل ما كنعملوش هذا يعني هادك اللي عملت سدائري ومخطط بذلك المدلك المخطط يعني بسهولة كتحضروه كتلاقيو غي هو من الاحسن الشوكولات جبدوه يكون فتلاجة بش من يتوضعو في يديكم جمد ما يدوبش في يديكم مع الحال ده بس خن هكا كتوضعوك يعطي شكل راقي دائما دائما الانسان يلعب على الشكل اي معلمات لعب على الشكل الحجم رقيق بزاف كيف ما كتشوفو هذا الاوفال اللي عملت سمخطط كان عملوه مائل في الشوكولات السود وكيف ما عرفتوا الشوكولات عملتوا خليط ما بين غالا وما بين مكاو تعاني المغضاء وون ناصح كتتتفرسوا واحد البلاستيكه وكتبدا توضعو قطعة بقطعة كتقدوو تدخلو مثلا في شوكولات مراجوش لاتباش ياخلكم حد اللون هاد الشكل كيف ما كتقوليه بنتي كتقولي الكائي الفضائي كتعملو بهذا الخلطة هكا هكا يليه الشوكولات كذلك كتغير يغلب القراءة او لو لمعلكا يتحركوا كتعبلو خطط بشوكولات بيلون كتبدوو تدرو هكا بحلش كترخامة في الاسفل كتزينو بالقليل من الكوكب اشكال بسيطة ورقين كنزين على حسب كل امرأة سبارك الله فنانة في البيت لها طريقة سهلة و الانسان لا يدير شيء حاجة لتفيده كيف ما كتشوفه بسهولة نعمل خطوط إلا كانت شبكه كوكتت تطفيل حلوة كلها كتشيكم سهلة اعتمت على شيء شوية على الزرباء وكان عمل واحد شبه وكانت استفاع فوق منها كل شيء من احسن اختصار الوقت بزاف هذا شكل اخر هدو اللي كان ملائب فيهم هدو البلاساج اما بأي نكها بغيتو فونباز ولا سيطرون ولا أورانج ولا ديال الكيوي ديال بزاف بزاف بستاش ديال الكراميل هدو هدو من بعد نبدأ نملأ هدو الفراغات وكان عمل فيهم الكوكا وهكا الكوكا تتحمره هدو 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 ديال هدو هدو يجعل القيام بشكل جدس داخل القيام بجدد هذا الشكل يجعل خلط نحن قلع مرحبا نظام هذا الجدس يقوم بشكل جدس الخلطات يجعل نفس جديد نقطة رؤية نظام مبارقة ورطة لديه كمية كثيرة يعني وحد كومود كثيرة يخلط من الأول وكيقصة معها حسب المضاقات يعني كلها نسمة بوحدها هذا هو الشكل نهائي ونتمنى يعجبكم يعني شكل بسيط وحتى المكونات ديال وسيطة وإلى اللقاء فيديو جديد بحول الله دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته